زمان كانت الإشكالية الأهم هي الوصول للمعلومة أو بمعنى أدق أن نحن نوصل لمعلومة معينة كان ممكن تقعد أيام وشهور وسنين في كل المجالات وفي كل العلوم ده كان التحدي الأهم لكن الوضع دلوقتي اختلف تماما الوضع دلوقتي بقى قدرتك على استغلال المعلومة اللي أصبحت متاحة للجميع ومن وسائل عدة فبقت القدرة على الإبتكار واستغلال المعلومة هو التحدي الأهم على مستوى العالم كله ده كلامنا النهاردة بس بالمعدول سأل خير على حضراتكم من الآخر كده وزي ما قلنا في المقدمة دي كل الحكاية زمان كنت عشان توصل لمعلومة بتتعب وتقرأ في الكتب وتكتهد وتوصل لمعلومة وتقارن وتأكد عليها من هنا وتجيب الموسوعة ومش عارف وتفتح الموضوع تطور مع بداية الألفية الجديدة ومع ظهور النت والعديد من محركات البحث اللي ابتدت تظهر تباعا الموضوع اختلف 180 درجة وأصبحت الدنيا وبسرعة فائقة المعلومة متاحة لأي حد على الإنترنت انت بتكتب كلمتين على جوجل بيطلع لك حاجات كتير قوي سواء جوجل أو غير جوجل محركات البحث سهرت الموضوع على الناس وصرعته وبقت المعلومة متاحة لأي حد في أي وقت وأي مكان فأصبح الهدف مختلف أصبح الهدف هو قدرة الشخص على استغلال هذا الكم الهائل من المعلمات والابتكار والبنى عليه عشان يوصل لحاجة معينة بمعنى أدك تعالوا نشرحها بشكل أوضح زمان الخريج التقليدي كان مهندس كان دكتور كان محاسب كان محامي كان صيدلي كان أي حاجة هو مع معلومة ويشتغل بيها النهاردة الخريج التقليدي في سوق العمل مش هو ده المطلوب المطلوب أن أنت عندك حاجة أنت هتبتكر عليها إيه؟ هتكريات عليها إيه؟ أن أنت تبقى كرياتف مبدع مطور ده اللي بيتعمل على مستوى العالم وده اللي الدولة المصرية بتعمله النهاردة في التعليم ليه؟ مش تمجرد تطوير من باب التطوير لأن سوق العمل في العالم اختلف المهندس التقليدي والدكتور التقليدي والمحاسب التقليدي والإعلامي التقليدي زي مقول حراركم في كل المجالات المعلومات بقت متاحة وبسهولة لكن ان انت يبقى عندك القدرة انك تاخد المعلومة وتبني عليها وتطلع بحاجة جديدة مفيدة للناس هي دي بقى الفروق اللي بين شخص والتاني عشان كده النهاردة الدولة المصرية بتطور في التعليم في ابتدائي وعدادي وسنوي بالتدريج نصبر ونساند ونفهم ونغير دماغ ولادنا وثقافتهم ليه لان ولادنا دول هم المنتج اللي هديبني عليه لما انا ببني دماغه من الاول فمش هيطلع يبقى يشتغل الاشغال التقليدية لا هيطلع يبقى كرييت والمصري بطبيعته ذاكي لما بيلاقي المناخ المناسب بيفكر ويشتغل ويبدع يبقى سوء العمل الغير تقليدي المتطور جدا واللي ماشي بسرعة الصاروخ فرض عليك انك تطور المناهج التعليمية واسلوبك للتعليم والتدريس وان القصة ما بقتش معلومة هي بقت القدرة على استغلال المعلومة من اول سن حضرنا لحد سن جامعة ده النهاردة التحدي الاجبر انك تكون مبدع تكون كرييتف دي حلقتنا النهاردة وده كلامنا بالمعدول اشوفكم الحلقة الجاي سلام